سبقها تهديد وبعيد بصحبة سبعين شخص هجوم مسلح لرجل على منزل زوجته السابقة وأولاده حادثة يقول عنها سكان حي الفرات أشبه بحرب الشوارع انتهت بسرقة مصوغات الأم ومصرف الأطفال والله صايمين ونايمين وحس يدي الزنة بصمات قال هو قبل نص عد الزنة تهديد قال أنا هذا سويت حلاوة رح أدزلكم اليوم يحاسبوكم عندي البصمة البصمة موجودة عندي قال قال أنا رح أحاسبكم اليوم حسابكم العسير دزلنا هو إياهم هو وخوته تقريبا سبعين واحد هسا نشوفكم التصوير أنا بدأ نشرأ أريدها رقيصية ترأي عام منه يرضيه شي يصير به بصلاح الدولة المرخص واستغلاء النفوذ أب الأولاد الذي يعمل في سلك أمني حصلت الحادثة والتي انتهت بحرق مركبة أم الأولاد وجرح خال الأطفال بإطلاقة النارية هجموا علينا تقريبا سبعين نفر ضربونا طلقات يعني في تحت الباب هجموا علينا طبوا علينا ضربونا طلق هنا براسي وطبوا هنا للكوميدي يخذوا الفلوس والذهب والضربة والاستارة كلها طلقات والسيارة كسرها وقاموا يهوسون هنا شالي الرشاشات ومسدسات وحضرت منظمات نسوية في بغداد من تكرار نفس الحالة وتجديد المطالبة لحضانة الأم وحماية الأولاد من آباء غير منضبطين لشرقيا نيوز خطب عادل بغداد ترجمة نانسي قنقر